اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة يعني اللي عندها اي اقتراح ملاحظة اي شيء يعني بيساهم في تطوير خدماتنا اللي نقدمها في هيئة الصحة بشكل خاص الخدمات الصحية اللي موجودة في امارة دبي او في دولة الامارات فالمجال مفتوح معاكم تقدرون تتواصلون معانا على الارقام اللي بتخبركم اياها زميلتي في البرنامج الدكتورة ندل ملة صبحك الله بالخير دكتورة صبحك الله بالنور محمود صبحكم الله بالخير في اليوم الجميل المغبر شوي ونذكركم برقام التواصل الاتصال على 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسائل النصية على 4-0-6 موجودين live على اكاونت هيئة الصحة في دبي DHA underscore دبي واكاونت نور دبي محمود قولي وماشا والله بس عيبني مصطلح اليوم الجميل المغبر مغبر شوي شوي فيه شوي غبار بداية غبرة ووقت للغبار شو المفروض نسوي دكتورة مفروض أولاً نغطي الفم والأنف لما نطلع في الخارج يعني الحريم يتغشن يتغشن يلبسون كمام يتغشون اللي يحبونا بعدين يا جماعة الناس تحسب مرات لما يكون في شمس إنه جو مناسب ودون عالهم حدائق وأماكن مفتوحة لا ليس الجو مناسباً لهذا أبداً شكراً الأطفال عندهم حساسية عندهم ربو هذا الجو مضر لهم جداً جداً فتوقعي أياته الأم إنه في هالجو ممكن إذا الطفلت عنده حساسية أنف حساسية صدر وهو الربو ممكن تتهيج عنده فكوني متأكد عندك أدوية الجهاز البخار أو الجهاز التعملين في حالات الربو في البيت تأكد أنه عندك الأدوية عشان حساسية الأنف تأكد أن الطفل ما يطلع براء درايش البيت مسكرة ونتأكد يا جماعة أحيانا درايش البيت لما تسكرها ترى ما تتسكر عدل يكون فيه فتحات يتخل منها الغبار فنحن داخلين على موسم الغبار فتأكدهم الفتحات مسكرة طيب هذا من جانب من جانب ثاني دكتورة في موضوع التأمين الصحي إذا ما نتكلم عنه كم يوم تم؟ 11 يوما فقط عن نهاية المدة ورابط التأمين www.isahd.ae نهاية المهلة يجمعوا 31 ثناثة ما أنا بحد يقول شوف هدة التأمين وهل بتمددون؟ لا يوجد تمديد آخر مهلة 31 سمعوا كلام الدكتورة حسلكم يعني صحيح أوامر الدكتور دكتورة في دراسة تؤكد أن النساء المصابات بالصمم أكثر عرضة للولادات المبكرة حيث ذكر الدراسة الطبية أمريكية أن النساء التي يعانين من صمم يعني ولاداتهم المبكرة ويولدون أطفال منخفضي الوزن البيانات تشير أن 1% من إجمال عدد السكان من النساء في الولايات المتحدة خاصة في المرحلة العمرية ما بين 18 و44 عام يعانين من فقدان السمع هن الأكثر عرضة للولادات المبكرة أو لولادة أطفال ناقصي الوزن ويشار الباحثون إلى أن مقدمي الرعاية الصحية نادرا ما يتلقون تدريبا على كيفية التواصل الفعال والرعاية للأفراد الذين يعانون من فقدان السمع مما يؤدي إلى ضعف التواصل وزيادة حدة الإحباط وكانت الأبحاث قد أجريت على 10500 سيدة يعانين من الصمم لوحظة ولادتهن لأطفال منخفضي الوزن وفي بعض الحالات يتعرضن لولادات مبكرة شو رأيت والله ما عرفوا كيف ربطوا بين هالشيئين يعني بس مكتوب أن مقدمي الرعاية أو الأطباء غير مدربين على التعامل مع النساء اللي عندهم صمم فيكون في ضعف في التواصل أنت مدربة؟ لا والله محمود ليش ما تتدربون على هذا الموضوع؟ والله ممكن ينضاف التدريب للأطباء كيفية التعامل مع ذوي الإحتاجات الخاصة أو ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية هذا التذكر مرة يبنى من غير ذكرها سامي بس حد من مدربي اللي يدرب على التواصل مع اللي ما يتكلمون ولا ما يسمعون يعلم الأشخاص هذي للغة الإشارة فأول ما بدأ قال إذا ياكم شخص لا يسمع ولا يتكلم تعرفون تتواصلون معه؟ فكل اللي في القاعة قالوا هيا قال لا ما تعرفون خربوا عليه الدورة قال لا ما تعرفون إن شاء الله ما نعرف وغلطة ليش سألها السؤال؟ وكايد وخايا كل أحد يقول لا يقول أنا اليوم بعلمكم لا لأن المسألة أعتقد يعني هي بسيطة جدا في عملية التواصل أيضا هناك يعني لحما ما ندخل في الديب أو بعمق في لغة الإشارة ولكن الأساسيات الواحد ممكن يتواصل معهم وأنا عندي بعض الأصدقاء اللي ما يسمعون وما يتكلمون ممكن يتواصل معهم بكل هذا ما أعرف لغة الإشارة لكن أقدر أتواصل معهم وأقدر أسولف صحيح طيب أرقام التواصل معنا مرة ثانية أربعة صفر صفر ستة للرسائل النصية ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة للاتصال موجودين على أكاونت نوردبي ونسينا نقول لهم هابي داي مبروك عليكم يوم الوطني للسعادة والإيجابية الإيجابية من عندي بس هو يوم السعادة فكلكم يكونوا سعيدين وإيجابيين وكل حال يتقابلون اليوم هنوا بهذا اليوم ستقولوني ينشر موجة من السعادة في المكان شو هذا؟ العالمي صح اليوم العالمي العالمي أوه سوري أنا أسفة الوطني أنا قاعد أقول العالمي اليوم العالمي للسعادة يعني الدكتورة أخذوا منها معلومات طبية زين معلومات ثانية لا تأخذون أشكرك شكرا دكتورة طيب ما أدري أسمي اليوم ويد مشغولة دكتورة ما أعطتنا الرسالة الإيجابية لأنه عندها تغطيات كثيرة اليوم فأحاول أطلع لكم الرسالة الإيجابية اللي كانت على موقع الهيئة لكن حتى ذلك أنا أقول لكم رسالة بسيطة لما يدور محمود شو رأيك؟ قولي دكتورة زين اللي تابعوني في السوشال ميديا لاحظونا دايما أقول عن كيفية الوصول للنجاح في مقولة ويد أثرت فيني وأنا فعلا من اتبعتها المقولة اكتشفت أن النجاح ليس بالصعوب الناس تقولها المقولة شو تقول؟ فيه كاتب أمريكي قال أن الخط اللي يوصل ما بين الهدف والنجاح اسمه الانضباط شو يعني؟ يعني أنا عشان أحط أهداف هذا موضوع سهل سهل جدا أن أحط لي أهداف أحط لي عشر أهداف خمسين هدف ولكن عشان أوصل للنجاح وتحقيق هذا الهدف لازم يكون عندي انضباط الانضباط معناه أعمل على الوصول أو وضع خطة عمل لهذا الهدف كل يوم الانضباط شيء أساسي لوصول للنجاح يا جماعة ما حد وصل لنجاح ترى بسهولة ما حد قال حطيت هدف اليوم مباشرة نجحت الانضباط يحتاج انضباط شديد أن أدرب نفسي أن أنضبط في خطة العمل أضعها لتحقيق الهدف برشلون حطوا أربع أهداف البارحة صج؟ اي وروي المدريد خسروا؟ لا لا خسروا عظوما لتكون قائدا متميز عليك أن تعمل دائما على تطوير مهاراتك وأن تتابع التطورات بشكل مستمر وأن تواكب ذلك التطور هذه رسالة هي الصحة عبر السوشال ميديا اليوم وأيضا يعني اليوم احتفان بيوم السعادة العالمي يعني في عندنا بعد بنزلين فيديو كامل لتغطية احتفالنا مع آبائنا بهذا اليوم في ملتقى الأسرة يعني هناك الكثير من الفعاريات وأيضا يعني وزمع اليوم هدايا وتواجد معالي رئيس مجلس الإدارة معالي حميد القطامي كذلك للاحتفابي هذا اليوم معهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخواني يعني اللي عنده رسائل إيجابية يعطينا إياها على طول هي وما نقرأها إن شاء الله أنا ياية لحظة لبها داية لحظة على طول لبها داية أنا ياية بخدامة يديدة صار لها أسبوع يعني أسوي حقها تأمين قبل الفحص الطبي ولا الإقامة يعني أنت قبل أن تطلع التأشيرة وحدة من المتطلبات أنك أنت يعني لازم يكون فيها تأمين صحي عشان تطلع التأشيرة فصوبنا لو سمحتوا صباح الخير نبع هداية أنتو طرشون هداية طرشينهم دكتورة كسب القلوب أولى من كسب المواقف صحيح في بعض الأماكن ما فيها مواقف والحياة مواقف صح لسانك شكرا وصلنا إلى الفاصل الأول بعد الفاصل مستمعين ما نتكلم عن مسألة وايد مهمة اللي هي عن البرامج المجتمعية في هيئة الصحة بدبي للوقاية من الأمراض المزمنة أيضا في حلقتنا اليوم ما نتكلم بعد عن الأنف والأذن والحنجرة وفيه يعني زراعة القوقعة لوحدة من الخدمات اللي تقدمها مستشفى دبي في أذني المريض بعملية واحدة يعني إنجاز تحقق في مستشفى دبي لكن عقب الفاصل مباشرة معنا الدكتور ميسون علي الشعالي خصايا أول طب المجتمع بهاية الصحة في دبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تخدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الرائعة والمميزة والجميلة جدا إذاعة نور دبي بس عشان المدير واقف في الستودي عموما مستمعين وضعت هيئة الصحة بيديو بي ضمن استراتيجيتها الطموحة حزمة من البرامج المجتمعية الهادفة إلى الحد من الأمراض المزمنة وتفادي مضاعفاتها السلبية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة نحن نتكلم عن هذه البرامج أهدافها دورها الفاعل في لقاية من الأمراض فبتكون معنا دكتورة ميسون علي الشعاري خصائي أول طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي صباح جرر بالخير دكتورة صباح جرر صباح جرر دكتورة نتكلم عن البرامج المجتمعية في هيئة الصحة في البداية خلينا نتحدث عن هذه البرامج التي تبنتها الهيئة للحد من الأمراض المزمنة ومنوه الفئات المستهدفة من هذه البرامج أولاً بس عندي رسالة إيجابية بما أنكم كنتوا تتكلمون عن الإيجابية قبل شوي أن الفشل دائماً حافز للنجاح صحيح صحيح يعني اللي بيفشل أبداً لا يوقفه هالشيء لأنه دائماً حافز للنجاح وبخصوص البرامج المجتمعية البرامج المجتمعية هي باقة من البرامج اللي نحن نقدمها ونستهدف فيها أن نحن نرفع الوعي الصحي للمجتمع كذلك نحاول ننشر ثقافة الصحة العامة لكافة شرائح المجتمع طبعاً هذه البرامج تراعي دائماً اختلاف المستويات العلمية نراعي العادات والتقاليد نراعي فيها تعليم الشريعة الإسلامية طبعاً نستهدف نحن كافة فراد المجتمع بمختلف الأعمار من الجنسين كذلك بس فئة المدارس طبعاً عندهم جهة مختصة الصحة المدرسية هم اللي يستهدفونهم صحيح طيب شو الأمراض المزمنة اللي تكون مركزين عليه في مثل هالحملات نحن يهمنا كل الأمراض المزمنة نتكلم عن المرض السكري نتكلم عن الربو خاصة في المواسم اللي مثلاً ينحي فيها حالياً نتكلم عن السرطانات عن الضغط وأمراض القلب كذلك نراعي أن نحن ننشر عند الناس ثقافة أو أهمية أنماط وسلكيات الحياة الصحية اللي تقي من هذه الأمراض ممتاز دكتورة ميسوف خلال هالحملات شو بالضبط يتم توعية المجتمع عنه يعني هل يتم توعية أعراض الأمراض أو كيفية الكشف المبكر أو أهمية التعايش مع المرض ولا شو المواضيع اللي تكون مركزين فيها بخصوصها الأمراض في الحملات نحن دائماً نركز على أسباب الأمراض كيفية الوقاية منها ممتاز كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة دائماً الناس يعني يعرفون أنه ممكن فيه سلوكيات معينة تحد من أعراض المرض أو تخفف مضاعفات المرض أو ممكن تأخر حدوث أصلاً الأمراض المزمنة صحيح أنا أبغي بس أعرف الأمراض المزمنة حق المستمعين وحق المتابعين اللي تابعونا وأيضاً أرقام التواصل معنا 6-00-55-1-4-1-4 أو عن طريق الرسال نصيح على 4-006 نكتورة شو هي الأمراض المزمنة اللي أنتوا يعني تحاولون توعون الناس فيها مثلاً الأمراض المزمنة هي أمراض قد تعايش معها الإنسان طول عمره السكري المرض السكري، السرطانات، الأمراض القلب والضغط ارتفاع الضغط قد يكون سبب أمراض القلب أو يكون رسك فاكتر لأمراض غير عامل اختطار الأمراض أخرى كذلك من التهاب الكبد الوبائي الأمراض المعدية ساعات نتناولها معنا في الحملات كذلك نتكلم عن الربو عن أمراض ألام المفاصل هاي الأمراض نحن نتناولها في حملاتنا جميل، يعني المرض المزمن هو المرض اللي أنت كشخص يعني الله يبعد الأمراض كله عن جميع المستمعين بس هو يتعايش معها خلاص يعني يصير نمط حياة معنا لازم يتعايش مع هذا المرض يتعايش مع طول عمره الحملات تقومون فيها هل لها مثل ما نقول مواسم معينة ولا هي طول السنة موجودة هالحملات وين تكون هالحملات موجودة؟ نحن حملاتنا يعني تكون على حسب الأيام الصحة العالمية نسوي استبيانات نقيس فيها مدى حاجة الناس نشوف شو الأشياء اللي يحتاجونها كذلك في ناس يطلبون مننا أشياء معينة نتوافق يعني نجاوبهم ونسوي لهم الأشياء اللي يبونها بس يعني أكثر شيء نركز على أيام الصحة العالمية ممتاز والحملات تكون داخل هيئة الصحة ونحدث في المؤسسات الحكومية لا نحن داخل هيئة الصحة وخارج هيئة الصحة مؤسسات الحكومية والخاصة بس في دبي ممتاز طيب دكتورة نحن كنا نتحدث يعني عن الإيجابية وعن السعادة يقول صباح الخير بصراحة أنا رحت اليوم هيئة المعرفة وشرت الموظفين باستخدار المراجعين بكل سعادة وطلعت من عندهم وأنا في قمة السعادة حبيت تشكرهم على حسن الاستخدار بسعيد بسعيد أنا قريت رسالتك مع أنه ما لعلاقة بالصحة لكن لأنه من باب نشر الطاقة الإيجابية السلام عليكم أنا اقترح على هيئة الصحة ببناء أندية رياضية في كل مناطق وبأسعار خاصة والله حمل اقتراح محمود والله اقتراح زين ما بغي علق علي زين لون حياتك بألوان التفاؤل والسعادة والفرح والحياة لو حتنتظر الألوان لتغدوا أكثر جمالا شكرا لكم ممكن علاج مفصل الفك بصراحة الألم ما قدر أوصفها لكم يعني إن شاء الله ممكن نسوي حلقة كاملة الأكزيمة بعد يتكلمون عنها الدكتور ومنسوي عليها حلقات ولكن بما أنه يعني واحد من الأشياء اللي أنتو دايما تحاولون توصلونها لي يعني اللي عنده مرض مزمن أنه يتحلى دايما بالتفاؤل بالإيجابية بالسعادة ونحن في يوم السعادة أهمية أن الواحد يكون بالفعل متصالح مع ذاته ويحاول قدر المكان أن ينظر إلى المسائل بتفاؤل دائما عيبني دكتورة بس بأخذ إيجابتك عقوبة قولت قصة واحد لما قالوا له عن مرض السكري فخبريني شو أهمية أن الواحد يشوف المسائل كلها بإيجابية وسعادة أنا بتكلم بيقول لك عن طريق الدراسات شو تقول وايد من الدراسات اللي حين يشتغلون عليها الناس وموجودة وحتى منشورة أن السعادة لقوا أن الناس اللي هما عندهم يعني أو هما راضين بحياتهم وسعيدين لما كبروا هما أقل عرضة للأمراض يعني أن السعادة هاي قد تعطي للإنسان الصحة يعني في حياته لما يكبر فالمهم جدا أن الواحد يكون سعيد مهم جدا أنه هو يتقبل ويكون راضي لأنه ما في شيء بيغير شيء يعني أنك أنت تزعل أو أنت يعني ما تكون راضي ما راح يغير الواقع اللي أنت فيه حاول تكون إيجابي تلتزم بالعلاج أو تلتزم بالنماط الحياة الصحية اللي قد تقيك من الأمراض أو تقلل المضاعفات اللي تتساوية هاي الأمراض هذا أكثر شيء الواحد ممكن يسويه واحد من الشباب شو يقول دكتورة يعني عن السكري يقول يعني الحمد لله عليك رب العالمين عطاني مرض اسمه حلو سكر وخلاني أنتبه لصحتي أكثر صحيح أني أنا أروح الطبيب أنتبه لصحتي أنتبه لأكلي أنتبه للأشياء اللي أنا سويها في حياتي بشكل أفضل فأنا متعايش معه بشكل هذا أخذ دويتي أخذ الأمور هذه فشو في النظر الإيجابية للمرض ولأ ويقول أنه فوق هذا رب العالمين يعني يجزين عليه أجر سبحان الله فأنا فرق في النظر صحيح والنظر الإيجابية بعد محمود يتخلي المريض يتقبل أوامر الطبيب أفضل يعني يلتزم بالدوء أكثر يلتزم بتغيير نماط حياته عكسه ما واحد يكون غير راضي يكون عنده مثل مقاومة أنه يتبع يغير حياته عشان يتعايش مع المرض طيب دكتورة إذا ما متكلم عن الأرقام والإحصايات أنت تقولي عندي شوية مشكلة في الأرقامات كاتبتنا خبرين عن الأرقام والإحصايات وأيضا النتائج المتوقعة من هذه البرامج نحنا كان الهدف عندنا في 2016 أن نحن نسوي 350 حملة الحمد لله سوينا 375 حملة كان عندنا العدد الحملات في 2015 304 في العدد المستهدفين كان الهدف عندنا 40 ألف بس الحمد لله وصلنا إلى 46 ألف ومية وسبعة وعشرين نسبة رضي العملاء في 2015 كانت 95.3 ممتاز فكان الهدف عندنا في 2016 96% الحمد لله حققنا 98.5% ممتاز ممتاز طيب دكتورة نأخذ بو محمد بو محمد اختصر لأنا بطلع فاصل تفضل السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك يا أبو ج بخير الله يسلمك بضرب الصراحة أنا عندي سكر من 35 سنة ماشاء الله وعندي ضغط من 25 سنة مم وصرطان في القلون 2007 عملت العملية واللي شفاني أولا هو الله لا إله إلا هو صحيح والنعم بله ولكن كان عندي تفاؤل مية في المية بشفاء متفائل جدا كنت أنه أنا حشب بأمر الله ليش؟ لأنه كنت أروح على مستجد شتوام وأنا بقود السيارة أروح أخذ الإشاعي وأخذ الكماوي وأنا مبتسم ومشاء الله ومتطلع باللي حولي الجماعة اللي معاي في حالة يرسلها صحيح أقول يا رب طب أنا مبتسم بأخذ العلاج معالك للمحلول الإشاعات ومعالك الكماوي ممتاز وببتسم الناس اللي حوليها بتطلع فيها يعني من جاشين إن هالنكع عن هالروح العالي أبو محمد يا جماعة كأنهم خلق خلق خلقات يعني صحيح وقالي ما بتسم وبضحك حتى الدكتورة اللي بتديني ده في أنت يا أبو محمد ما شاء الله عليه كنت لا يخفي ناجم الراح يتفائل صحيح وكون أمل في الله أولاً وأخيراً بالتفاق صحيح حتى أنه يعني عملت قلب مصوح وحطيت أربع دعميات أرضوا بالتفاقل وربنا شبانا الحمد لله الحمد لله الله يشعر فيك يا أبو محمد بارك الله فيك شكراً لك على هذه المداخلة دكتورة كلمة أخيرة قبل أن أطلع شفت هذه المداخلة الجميلة من أبو محمد أنزين وكلمة أخيرة تابعين تقولينها طبعاً أبغي أقول أننا نحن الدين الحمد لله يدعي للتفائل والسعادة فأنتم من ناحية الدين بعد خذوها أنه يعني نحن دين الله يعني يحبنا سعيدين أهم شيء أنا في نقطة نسيتها بس مضار التدخين نحن طبعاً نتناول مضار التدخين في حملاتنا ووايد يعني عندنا مثل رزستن من الناس من هذه الناحية فنحن نحاول نشر الوعي في كل أنماط الحياة الصحية والهدف من هذه البرامج المجتمعية أن نحن نوصل لمجتمع صحي وسعيد لأن هذا المجتمع لازم يكون صحي وسعيد عشان ينتج طيب دكتورة آخر سؤال من أبو عبد الله معنا من سج طويل بس ما نختصر قدر الأمكان لماذا زادت نسبة أمراض المزمنة خاصة بين أطفالنا وأيضاً شبابنا هذا موضوع كبير والله بعبد الله ما نقدر استصار بس هو اسلوب الحياة اللي نحن عايشين فيها الحين والفاستفود الأكل اللي منبرع هو واحد من الأسباب المهمة تيقول نلوم الأهالي على هذه الأمراض ولأن نلوم الجهات المعنية بنشر التوعي بين الأطفال والشباب نحن نحاول نزيد هي عملي متكاملة نحن نحاول نزيد الوعي الصحي عند المجتمع شكراً لت دكتورة شكراً لكم طبعاً كانت معنا دكتورة ميسون علي الشعالي خصائي أول طب المجتمع بهية الصحة في دبي كانت تحدثنا عن برامج مجتمع في هيئة الصحة في دبي للوقاية من الأمراض المزمنة إن شاء الله بعد الفاصل ما نتكلم عن موضوع واحد مهم أو الدكتورة بتكون معاكم في هذا الموضوع الدكتورة نادة الملة مع الدكتور جمال قسومة أبقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً فاصلوا وراجعين صحة وسعادة ورجعنا نتابع معاكم فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة بعد الفاصل أنا بأكون معاكم روحي إن شاء الله زميني محمود استأذن بس رح نتابع معاكم فقرة جداً جداً مهمة اللي هي عن خدمات قسم أنف وإذن حنجرة بمستشفى دبي حيث بدأ هذا القسم بتقديم خدمة زراعة القوقعة بإذنين مريض خلال عملية واحدة بعد أن كانت تتم في السابق بعمليتين منفصلتين بفارق زمني يصل إلى ستة أشهر في بعض الحالات وهو الأمر الذي وفر على المرضى فترة الانتظار الطويلة وساهم بشكل فاعل في تعزيز مستوى ونوعية الخدمات التخصصية التي تقدمها هيئة الصحة بدبي في المجال الطبي المتخصص بنتحدث عنها الخدمة أهميتها الجهود المبذولة وكافة المواضيع الأخرى متعلقة بزراعات القوقعة وخدمات قسم أنف الأذن والحنجرة بمستشفى دبي بيكون معنا إن شاء الله في الاستوديو الدكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي صباحك الله بالخير يا دكتور يا هلا صباح الخيرات نور الاستوديو بوجودك معنا الله يخليك بوجودك الله يخليك نتحدث بداتنا دكتور عن هالخدمة الجديدة وشو هي عملية زراعة القوقعة بعملية واحدة وشو تفرق عن عمليتين مثل ما احنا ذكرنا هلا عملية زراعة القوقعة بحداتها هي لإعادة حاسة السمع تجرى للأطفال اللي عندهم سمع معميق وما يستفيدوا من المعينات السمعية أو السماعات صحيح هلا عالميا كانوا يعملوا طرف وبعد فترة من 3 إلى 6 شهور يعملوا الطرف الثاني بس أثبتت الأحصائيات العالمية والنتائج أنه زرع القوقعة بالطرفين ما في داعي تنتظر أعطيها الفترة لا تضوعها 3 شهور ولا 6 شهور للإدن الثاني اللي اكتسب فيها حاسة السمع صحيح منعملتين من نفس الطرف وبالتالي بيسمع من الإدنتين عند وصل الجهاز الخارجي اللي هو بعد العملية بشي شهر ممتاز وبيبدأ بالتأهيل بعد فإذا لا داعي لتأخير فترة من 3 إلى 6 شهور بما أنه دايما دبي تواكب التطورات العالمية اللي بتحدث في مجال الطب فإذا بدوا عالميا وأثبتت الأبحاث نحن ما نقدم على أي خطوة لتثبت الأبحاث تعرفي ما أنك طبيبة بتعرفي الطب أو الطب المسند أو الطب المعتمد على قرائن صحيح أبحاث عالمية أجريت أثبتت أنه يعني الطفل بيستفيد بشكل أسرع الزرعت بالإدنتين من نفس الوقت أحسن ما تأجل الإدنتين وبالتالي تأخر السمع بالإدنتين من 3 إلى 6 شهور صحيح بالتالي نعكست على الأطفال المزروعين فوراً باشرنا بمشفى دبي بإجراء العمليات طبعاً في أهل ما بفضلوا في أهل فضلوا بس هنا الآن صارنا أجريين 7 عمليات والحمد لله كلها تمت بنجاح وطم وصل الجهاز الخارجي وبدوا يسمعوا بالأذنين ما شاء الله متأكس متما بتسرع فترة التأهيل بتعفي بعد العملية الزرع صحيح هي بداية وليست نهاية كل العمليات بتعملي لواز بتعملي حاجز أمفي خلص ساويت العملية خلصتي صحيح عملية زيرات القوقعة بعدما تعملي العملية بنوصل الجهاز بعد فترة 3 إلى 4 أسبوع بعد العملية يبدأ مشوار طويل من التأهيل والتدريب صحيح لأنه مثلا خلينا نقول الطفل عمره سنتين بس إدنه عمره صفر هلأ ولدت إدنه بعد العملية صحيح دكتور بده تدريب وتأهيل فإذا الزرع بالطرفين بيسرع على الفترة لأنه بتصل الإشارة لقشر دماغ بالطرفين صحيح دكتور بيم أنت ذكرت فعلا أن موضوع الأطفال وزراعة القوقعة لو ممكن وعي الأمات شو الأعراض اللي مفروض الأم تلاحظها على الطفل عشان تعرف أنه فيه مشكلة في السمع هلأ عدم استجابت وللأصوات يعني بتلاحظ الأم أنه ما مستجيب الأصوات مثلا خبط باب ما انتبه الولد في البداية بالمراحل بالردع والأطفال المبكرة بتلاعي بترمش عينه ممكن يحرك يديه صحيح بتقولي نأز يعني تخرع يعني تخرع اي هاي بتلاحظ أنه ما عد استجابه ما عد تخرع الأصوات العالية فمعنى في عمر مبكرة جدة ممثلة ممكن تكتشع بسموه ستارت الرفليكس للأصوات العالية ممكن يتحرك إيديه تحرك رجليه صحيح يرمش هاي من البدايات بعمر السبع شهور إذا كان تطور الروحي الحركي طبيعي يعني الطفل تطوره طبيعي حسب الجدول صحيح بيدر ثبت راسه يعني يدر يحبي يثبت راسه يثبت راسه بالشهر السابع من العمر ويحرك راسه نحو مصدر الصوت فإذا ما بدأ يحرك راسه نحو مصدر الصوت في مشكلة ما نفي مشكلة صحيح يعني بموضوع السمع في درجات مو الله يسمع شكل جيد أصم لا 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 في نقص سمع خفيف متوسط شديد عميق اللي هو صمم عميق هذا اللي بده عملي فإذا في درجات لنقص السمع مشكلة يعني وقت من أسباب الواردة كتير عند الأطفال المي بالإدن اللي هو التهاب ابن الوسطى المصلي صحيح لذلك إذا لاحظت الأم الوجود عدم ارتكاز جيد للأصوات يجب إجراء تخطيط السمع باكرا ما أمكان والمواعيد عندنا بمشفة دبي كتير أصيرة فإذا ممكن خلال أسبوع يشوف الطبيب ويجري للاختبارات السمعية وتتطمان على الولد حاب نوه بهالموضوع طبعا بكل بكل مشافي الدولة بالإماراتنا العزيزة على قلوبنا جميعا بيتم مسح السمعي للولادات الجديدة أي طفل جديد بيجراء الاختبار اسمه البث الصوتي الأذني الأوتو أكوستيك إميشن بأس أو رفيل إذا بأس ما نتسمعه طبيعي خلاص بكل المولودين بمشافي الدولة يتم فحصوا السمع عندهم بعد الولادات قبل ما يطلعوا على البيت بعد الولادات صحيح بس في أطفال بنسميه هاي ريسك جروب أو أطفال عاليين الخطورة بوجود نقص السمع عندهم هذول إذا ما عملوا مسح سمعي يجب إجراء مسح السمع إلا همين الظفل والدان وزنه أقل من 1500 جرام يعني أقل من كيلو نص أقل من كيلو نص إذا ولد بريماتيور أو خديج قبل 7 شهور ممتاز إذا تعرض لنقص أكسجة ولادية ولد أزرق إذا احتاج لمنفسة اصطناعية ريسباريتور وبقي بالعناية مشددة فترة إذا استعملت أمه أدوية سامة للحمل أثناء بطريق الخطأ أو بطريق الصدفي أثناء فترة الحمل إذا انصابت الأم بالحصم الأم بالحصم الألمانية خلال الثلثة الأول من الحمل إذا في تشوهات بالرأس والجمجمة ممكن يكون في نقصة ما عندهم أو إذا هنا قصة ورافية لذلك إذا قصة ورافية هذا الطفل مشكوك فيه حتى يثوت العكس لإجراء الاختبارات صحي دكتور طبعا أي عملية في لازم اشتراطات معينة في المريض عشان أقدر أنت تقدر تقوم بالعملية في زراعة القوقع شو الاشتراطات أو من هو مريض المثالي إلا ممكن تنجح في زراعة القوقع وشو الحالات اللي لا تفيدهم الزراعة أو ممكن تفشل الفترة الذهبية اللي تعلم الكلام واللغة هي أول خمس سنين من العمر صحيح لذلك تعرفي الأطفال بيتعلموا بالأول بيخربطوا باللغة العربية مع لا سهلة صح الذكر والمذكر صحيح عندك ست حالات للفعل صحيح ومفرد مثنى وذكر مؤنس جمع صحيح الولد ما بي أبما يروح على المدرسة تلاقي بيخربط فيهم لحاله صار بالبيت يميز الفعل فإذا في لغة تشكلت هي بالبيت تسمرها على المدرسة صحيح في لغة صحيح الفترة الذهبية اللي تعلموا الكلام واللغة هي أول خمس سنين من العمر أحسن عمر العمل العملية هو السنة عمر السنة عمر السنة لسببين واحد لنحن تتوقع طفل ما تتكلم قدرنا نعمل الاختبارات تسموه reliable hearing test يعني أهم شيء هو اختبار جذع الدماغ جذع الدماغ ممكن بعمر الشهر الشهرين يعطينا نتائج صمم عميق بس في بعض الحالات ليحصل نضوج لجذع الدماغ بده ستة شهور ليعطيك المنعكسات أو الريفلكس فإذا ما فينا اعتمد على التست يصير عمره ستة شهور بعد ستة شهور بده فترة من ثلاثة إلى ستة شهور لإستعمال المعينة السمعية ما فينا فورا أقول عملية لا لا بعطي معينتين سمعينات لأن استفادنا المعينة السمعية لا داعي للعملية تجرى العملية عندما تفشل المعينة السمعية بإيصال المعلومات الكلامية لإذن المريض ولدماغ المريض وبالتالي يتطور عنده الكلام فإذا هذا الكلام بيأخذ من ثلاثة إلى ستة شهور فإذا ستة شهور تقييم سمعي شامل ثلاثة إلى ستة شهور استعمال المعينة السمعية بعمر السنة تجرى العملية اللي هي أحسن عمر لهذا العملية إلا تستسنى حالة واحدة فقط في حال التهاب وجود التهاب سحاية فإذا صبعا مكتسب نتيجة التهاب السحاية يعني أجريت أنا عملية لطفلي عمره ستة شهور نعم جدا صغير التهاب السحاية الصبع من ناجم عن التهاب السحاية يؤدي لتكلس في القوقع خلال أسابيع لذلك نجريها بالشكل الإسعافي وبالطرفين إلا أنه إذا صار إغلاق وتكلس في القوقع يستحيل بهذا إجراء العملية عدى ذلك عمر السنة عالميا هو أحسن عمر لإجراء العملية ممتاز إذا الأم خلنا نقول ما انتبهت وما قدرت ميز هالطفل لا يسمع أو يسمع وجدتكم على العمر متأخذ ثلاثة ونصة أو أربع سنوات قبل دخول مدرسة قالت دكتور ولدي في مشكلة في السمع هل ممكن إجراء له العملية ولا لا تجعل؟ نعم يجرأ إجراء العملية هلأ بين السنة والخمس سنين ما يوجد تحفظ طبعا كل ما زاد عن السنة وقرب للخمس سنين بتقل الفائدة يعني هو ضوع ثلاث سنين من عمره الدماغ ما استقبل معلومات صوتية بتخف كتير بين الخمسة والعشرة بتخف أكتر بكتير فوق العشر سنين بس أجرينا عمليات الأطفال بهالأعمار هاي وحصلت الاستجابة بشكل لا بأس فيه بس موت الأطفال اللي عمروا سنة الأهم شيء بالعملية بالذات التوقعات يعني أنا دائما بعطيهم وقت كبير للأهل الأم والأب وأنا دائما بصرنا يكونوا اتنين موجودين ما بات ممتاز شو توقعاتي للعملية حتى ما يتوقعوا أنه يعني التوقعات غير اللي أنا بتوقع فإذا محطهم بالصورة نعمل جلسة وجلستين حتى قبل العملية بيجلس معهم أنه لكم أي أسئلة على العمل الجراحي على تطور بعد العمل الجراحي دور الأهل كتير كبير بهيك عمليات صحيح بس يعيدوا الدرسي عشر مرات بالبيت صحيح دور الأهل كتير كبير فإذا مستعدين يساهموا مستعدين يجيبوا الطفل للبرمجة والتأهيل وقتها بتنعكس العملية وبتلاقي حطيتي يعني صار الطفل ببر الأمان الغاية من العملية نقل الطفل من عالم الصم والإشارة إلى عالم الأصحاء وبالتالي المفروض بعمل خمس سنين بعد ثلاثة لأربع سنين من العملية يروع على المدارس العادية ولا حاجة إلى مدرسة الصم والبكم ممتاز مثل ما ذكرت دكتور أنه بعد العملية أنت عملية هي خطوة البداية وبعد العملية تأتي الخطوات أتوقع اللي هي المهمة جدا عشان تواكل متائج العملية فشو العلاج اللي يكمل العملية وكم يستمر بالعادة؟ التأهيل التأهيل هو التأهيل لذلك نحن بمشفى دبي من ضمن الباكيج اللي تمنحه مشفى دبي هو تأهيل خمسين جلسة التأهيل خلال الخمسين جلسة التأهيل اللي هي ضمن الباكيج اللي بتعمله مشفى دبي بتوصل شوي للطفل لبر الأمان وبالتالي هو تأهيل الطفل وتدريب الأهل صحيح يعني الأهل لنين بيصيروا أحسن مدربين صحيح دكتور لذلك تأهيل بنفس الجلسة بيعيدوها بعد خمسين جلسة بتلاقوا خير مدربين وخاصة إذا فيه أخوة بيحكوا بيتكلموا بالبيت فإذا التواصل مع هالأطفال حيكون تأهيل بيحباته مع أخواته بيسرعها فإذا لاقي العيلة الكبيرة أولاد لاقي تطير طفل حكى بشكل أسرع بما يكون طفل وحيد عاد لحاله لاي الأب بيشتغل الأم أولاد تكون تشتغل مام تعطيه أولاد زالك مخططه البياني بيكون أقل من اللي تكون العيلة الكبيرة أو الأم اللي متفرغة للولاد أو فيه أولاد كتير بالبيت صحيح دكتور كل العملية طبعا لها تكون مضاعفات مخاطر فشل فشو أبرز المخاطر أو مضاعفات تنتج عن عملية زراعة القوقعة طبعا نحن قبل إجراء العملية من نعمل دراسة شواعية بعد ما نعمل الدراسة السماعية من نعمل دراسة شواعية تصوير مقطع ممتاز سيتسكان وتصوير بالرنين المغناطيسي أو المرنان أو الـ MRI لنتأكد أول شي القوقعة شكلها طبيعي اللي هي دورتين ونص صحيح هي ليس سموها قوقعة لما تشبه القوقعة اللي نشوفها بالبحر صحيح وندور دورتين ونص نتأكد أنه مكتمع للنمو دين الرنين المغناطيسي بورجونا هل يوجد عصب سماعي ولا ما يوجد عصب سماعي فإذا نتأكدنا دولتين نمشي بالعملية نتأكد نسبة نجاح بمية بالمية إن شاء الله العملية ما بتأخذ وقت كبير العملية الواحدة تأخذها ساعة ساعة ربع على الأقصى التقدير مثل ما عشف مباركة تبوها بجريدة البيان الطرفين عم يأخذوا ساعتين ونص فإذا ما لعملية بتأخذ وقت كتير كبير صحيح في دائما شغلتين دائما بحكي عنهم أنا اللي هو دائما أنت تورجي أي سلبيات وإيجابيات وأنا بخبر المرضى السلبيات قبل الإيجابيات من حق المريض ومن واجبي بعرفه السلبي والإيجابي والسلبي قبل الإيجابي قبل أن يأخذ بس أنا بحط له النسب فيه تائما شغلتين من خافنا هو الالتهاب أو الانتان صحيح هذا أي عملية متوقع فيها صحيح اتنين نحن ندخل بالإذن من فوق منطقة العصب الوجهي العصب اللي بيعضي عضلات الوجه صحيح دائما نحكي دول تنتين إلى الآن بمشفى دبي 220 عملية نسبة المضاعفات صفر والحمد لله وطبعا هذا موثق موثق حسب الله عالميا يعني فيه دراسة بمشفى جامعة هنوفر كان عنده نسبة الالتهاب 1.2 يعني المقول يكون عندنا 3 أو 4 مرضى كان نسبة إصابة العصب الوجهي 1.4 في الجامعة هنوفر بجامعة هنوفر 1.4 فإذا نسبة الاختلاطات 1.2 معترف فيها إلى الآن في مشفى دبي والحمد لله صفر تماما وإن شاء الله بتبقى صفر إن شاء الله إن شاء الله دكتور لو ممكن بس نعرف دكتور القوقع اللي تمت زراعتها نعم شو يكون مصدرها وكم تكلفتها طيب القوقع عبارة عن قطعتين قطعة داخلية تزرع تحت الجلد بيطلع منها مسرة كهربائي يدخل ضمن لمعة القوقع اللي هي عضو السماء صحيح اللي نفهم بشكل بسيط شو المشكلة ليش بيصير صمم الصمم هو بتاع فيه خلايا اسمها الخلايا بالأدن الداخلية خلايا اسمها الخلايا المشعرة اللي موجودة بالأدن الداخلية فيها أشعار صحيح تتحرك هذه الأشعار بالاهتزازات الصوتية تهتز غشاء الطبلة بتهزل عظيمات بالأدن الوسطى بتهتز السوائل بالأدن الداخلية بتتحرك هاي الشعيرات هالشعيرات بيكون موجودة ضمن الخلايا الخلايا بتحرر ناقل كيميائي نتيجة تزوي الشعيرات بتنبه العصب السمعي الموجود في قاعدة الخلايا بالأدن الداخلية في حالة الصمام العميق بيكون ضمور لهذه الشعيرات وبالتالي أي صوت ما عم ينبهها الخلايا وما عم يتنبهها العصب نحن بالزرع نحط الأقطاب الإلكترودات أو الحلزون الصناعي قرب ألياف العصب السمعي وبالتالي نبهنا العصب السمعي مباشرة دون الحاجة للإذن الداخلية اللي هي ما مشتغل فإذا استبدلنا الإذن الداخلية بتنبيه مباشرة للعصب السمعي نحن بنعمل قياسات أثناء العملية بيطلع استشاري السمعيات بيعمل بيبين معنا العتبة السمعية قبل ما نسكر الجرح بنعرف الطفل بيسمع أو لا وبين معنا العتبة السمعية بنسكر الجرح بعد فترة من أسبوعين لأربع أسبوع بيتم وصل الجهاز الخارجي الجهاز الخارجي فيه مايكروفون وفيه معالج مايكرو تشيب أو مايكرو كومبيوتر بيعمل كودينج ترميز للإشارات وبرسلها للجهاز الداخلي الاتنين بيلزعوا بعضهم المغناطيس الجهاز الداخلي بيأخذ الأصوات بينقرع ابن المسرة اللي موجود حوالي العصب السمعي وبينبه العصب السمعي مباشرة تنتعي الإشارة لقشر الدماغ هو اللي بيفسر هذه الأصوات صحيح دكتور عندنا دقيقة وحدة تعطينا فيها كلمة أخيرة رسالة حاب توجهها للأهل أو للمرضى رسالة حاب توجهها للأهل واحد يجب اكتشاف الإصابة باكرا ما أمكن صحيح اثنين الحمد لله بإماراتنا الحبيبة موجودة مراكز متطورة سمعية بكل الإمارات فيهم خلال أسبوع يشوفوا حتى أقل حتى بالمراكز الصحية في بعض المراكز الصحية بدبي بالبرشة في مراكز اختبارات سمعية فإذا ما توفرها بكل أنحاء الدولة يجب إجراء الاختبار نتطمن على الطفل أنه بيسمع وبيسمع لأنه أهمية التداخل المبكر اللي حكيت عن الشغلة مرة بالميديا وفي كتير ناس ما عاجبتهم نحن ما منحب نغير البنية الاجتماعية للمجتمعنا صحيح مجتمع سوريا كل مجتمع عربي إسلامي بيشبه سوريا مجتمع الإمارات بيشبه أي المجتمعات صحيح إذا فيه إصابة ورافية بالعائلة تجنبوا زواج الأقارب ما أمكن صحيح يعني أنا اليوم بارح أعمل الطفل أمه أبوه أصمه ولد الطفل أصم الحمد لله حيسترجع لولد الطفل أنه ما كان من زمن عليه صحيح فإذا ما بنغير نحن البنية الاجتماعية بس إذا فيه مكان إذا فيه أمراض وراسية سمع وغير السمع أثبتت نتيجة الورافة لسلامة الأجيال القادمة تجنبوا زواج الأقارب شاكرين لك دكتور جمال قسومة مزراعة القوقعة في إذنين المريض بعملية وحدة في مستشفى دبي شاكرين لكم جهودكم دكتور يعطيكم ألف عافية ونطمح إن شاء الله خدمات جديدة بعد في قسم الأنف وذو نحن جرى تسهل حياة المرضى وشاكرين لكم إن شاء الله متوقع خدمة جديدة من أهلين عنا معك عن طريق إذاعاتكم الكريمة بعد شي شهرين جراحة جديدة تدخل قسمنا إن شاء الله ممتاز دكتور يعطيكم العافية مستمعينا وصلنا لختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة كنتم معانا اليوم إن شاء الله سفدتم من حلقتنا اليوم عجبتكم إن شاء الله نشوفكم باتشر في حلقة أخرى ومبروك عليكم يوم العالمي للسعادة وفي النهاية نقولكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي